في كثير من الناس عندهم قنوات على اليوتيوب أو على تيك توك وما إلى ذلك وهم يحاولون يدرسوا اللغة بغض النظر شو حتى نوع اللغة إنجليزي، ألماني، ياباني وما إلى ذلك ولكن لازم تتأكد من نقطة أنه هذا الشخص اللي عم يعلمك اللغة عم يعلمك بشكل صحيح أنا شفت فيديوهات كثير في منهم كانوا عم يعلموا غلط حتى بطريقة الكتابة كانت غلط ولذلك أنا دائما بنصح حتى لو أنا بعط المعلومة غيري بيعط المعلومة مما يكون يعني بعط المعلومة لازم الواحد بس يتأكد هل المعلومة هي صحيحة أو لا وهلأ يعني التأكد من هذا الشيء ما كي أبسط منه في عندك جوجل، في عندك تشات جي بي تي وما إلى ذلك فقط تأخذ معلومة من أي شخص تأكد منه قبل ما تحطه وقبل ما تنصح الناس بهذا الشخص يعني هلأ أنا أبقل لك أن هذا الشخص يعلم ألماني كثير منيح على أي أساس كيف عرفت أن هذا الشخص يعلم ألماني كثير منيح عرفت كيف؟ فمو على أساس أنه الصداقة أو على أساس أنه هذا الشخص مشهور أو أساس أنه هذا الشخص بيعرف يحكي وما إلى ذلك تعليم اللغة بيختلف دعوني أحكي لكم شفية عن التعليم أو الشخص كمعلم المعلم أو المدرس هو فقط مسمى وظيفي كيف يعني مسمى وظيفي؟ يعني إذا حدا مثلا يجل سألني أنا شو بتشتغل أنا أقول له أنا مثلا معلم بهذه المدرسة أو مدرس بهذه المدرسة فهذا مسمى الوظيفي أي حدا فيه نوع يقول هذا الشيء لأنه هو فعلا عم يشتغل بهذا المجال ولكن إذا بتجي للحياة العملية يعني الشيء اللي بيعمل المدرس داخل الصف هذا ما اسمه تدريس ولا اسمه تعليم هذا الشيء اسمه هو نقل معلومات وهذا الشيء اسمه فن نقل المعلومات يعني أنت لازم تكون عندك الخبرة الكافية أو طريقة التعامل الكافية بينك وبين الطلاب لحتى أنت توصل المعلومة بشكل صحيح المعلومة بتوصل عن طريقك لأنه أنت ما اسمك مدرس ولا معلم ولكن اسمك ناقل معلومات اسمك فامتلا الفامتلا عليه هو أنه يأخذ معلومات مثلا من كتاب معين أو من سورس معين من وين ما بيجي معلومة يعني من وين تأخذها أنت من هون وبتسهل للطلاب أنه هن يعرفوا هي المعلومة كيف تسهل للطلاب؟ هون أنت بتأخذ طريقتك كل أستاذ أو كل مدرس له طريقته بالصف لحتى يتعامل مع معلومة معينة ويوصل للفكرة في كتير من الناس أو الأسادة أو المدرسين بيجي على الصف وبيضل يحكي وهذا الشيء غلط أنت كمدرس يعني أنت مو شغلتك أنك تحكي أنت شغلك أنك توضح الأمور تعطي النقاط الأساسية وبعدين الناس أو الطلاب اللي عندك هن اللي بيحكوا أنت معروف هذا الشيء أنك بتحكي عندك معرفة باللغة عندك إلمان باللغة هذا الشيء كنا بنعرفه ولكن أنت لازم تخلي الناس اللي ما عندهم إلمان باللغة وما عندهم معرفة باللغة يحكوا كيف يحكوا؟ لما تعطيهم أنت الفرصة الكافية أنهم هنا يحكوا فأنت توصل المعلومة تعطيهم إياها مثل 1 زائد 1 ساو 2 بهذه البساطة هيك أي معلومة شو ما كانت تكون حتى لو فيزياء كيميا شو ما كانت تكون لازم أنت توصل المعلومة بطريقة بسيطة جدا في سبيل أن الطالب يشوف أنك أنت أول شيء عرفان شو عم تحكي بالإضافة لأن الطالب نفسه اللي عندك قاعد بالصف يصير يستخدم هاي المعلومة بالبساطة اللي أنت أعطيته إياها فلذلك أنا دائما بقول أنه خود المعلومة من الشخص اللي بيعرفه ووصل لك إياها مو الشخص يقول لك أنا بدرسك لأنه أنت كطالب أنت مخك مو أنه أنت عندك فازة معينة وبدك تفضل فيه المي وتعبيه وخلص لا أنت كطالب بحاجة لإستيعاب والإستيعاب هو عملية معينة بيمر فيه المخ لحتى المعلومة تترسخ فيه فالمدرس شغله أنه هو يبسط المعلومة بالإضافة لأنه هو يعمل المعلومة بيسموها مدي مدي اللي هي يعني مثل وحل يعني أنه صعب أنك أنت تمشي بالوحل وصعب المعلومة تطلع من مخك بهذه السهولة فأنت كيف بتخلي هذا الشيء مدي كيف بتخلي المعلومة اللي عم تعطيها للطالب بأي مجال كان خصوصا بمجال اللغة يعني كيف بتخلي هاي المعلومة ما بتطلع سهولة من مخ الطالب بتخلي الطالب يستخدم المعلومة بالإضافة لأنه أنت تسهل المعلومة علىnya قد ما قدرت بتسهل عليه قد ما قدرت لما تكون معلومة أصلاً سهلة عليك لما تكون أنت عرفة شو تحكy فلذلك أنا دائماً بنصح تأكدوا من المعلومات حتى لو أنا عم أكي حتى لو غيري عم يحكي حتى لو مما كان عم يحكي الواحد يتأكد من المعلومات كلنا بشر وكلنا بنخطأ طبيعي أن الواحد يخطأ ولكن لازم الواحد يتابع المتابعة هي الالي تح reacts بالتعلم أكثر من الأستاذ نفسه يعني الأستاذ فيه يكون أكيد يلعب دور كتير كبير ولكن الشغل الأكبر بيكون دائما على الطالب الطالب اللي هو دائما يتابع دائما هو مثلا يترجم أو يكتب ملاحظات وما إلا ذلك هون بيأتي دور الطالب الأكبر بأنه هو يتعلم اللغة لأنه المدرس ممطر أنه يتعلم اللغة يعني كتير من الناس بيأتي وبيحكوا بيقول لك أنا يعني أنا بعته درسه ويطلع أنا بالنسبة لي يقال إذا هو تعلم أو لا ما بيهمني هذا الشيء أنا راتبي جاييني جاييني بكل الأحوال ولكن في كتير من الناس بتتعب كتير لحتى توصل المعلومة للشخص بتبسط المعلومة للشخص بالإضافة لهذا الشيء الطالب لازم هو كمان يبسط الشغل على حاله ويتابع المتابعة تتضمن أنك أنت تتأكد من المعلومات تتضمن أنك تترجم تتضمن أنك تعمل للاحظات تتضمن أنك كمان تتدرس مرة الصف والصف لحاله ما بيكفي فيه دراسات كتيرة تتحدث أن الطلاب نفسهم الذي يعملوا الكورس يعني الذي يداوم على الكورس يعني حسب عدد الطلاب بالكورس ولكن أغلب الكورسات يكون فيها بين 20 و 24 طالب 25 طالب كحد أقصى فهدول الطلاب على حسب الدراسات يعني إذا كل واحد حصل منهم أقل شيء يكون دقيقة أنه يحكي فيها بالكورس خلال اليوم خمس ساعات دوام يكون حصل هو دقيقة واحدة فأنت تتخيل من خلال خمس ساعات أنت كطالب حصلت دقيقة واحدة كلام وفيك تقيس هذا الشيء على الكورس اللي حضرتك عم تزوره بتشوف أنه قديش أنت عم تحكي قديش استاذك عم يعطيك فرصة أنك تحكي هل عم يعطيك وقت كتير دقيقة اثنين تلاتة كل ما طلع الوقت كل ما صار عندك الـ production أو الانتاج أكثر بحيث اللغة أنت كيف عم تحكي هذا التطور بيأتي مع الفرص اللي بيعطيك يا استاذك بالصف فشوف أنت قديش عم يعطيك استاذك فرص بالصف قديش عم تتعلم بالصف قديش عم تمارس اللغة بالصف لازم تمارس طبعا اللغة أضعاف هذا الشيء كمان خارج الصف فمرة أخيرة أكدوا من المعلومات وتأكدوا من الشخص اللي عم يدرس هنوع مختص أنا دائما بعطي أهمية كتير كبيرة لكلمة مدرس أو معلم ولازم يكون هذا الشخص مختص بالشيء اللي عم يحكيه مختص بالمجال اللي هو بديو يدرسه غير هيك المجال يعني ما رح يكون أو هو ما رح يكون نافع